تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدين الكرام نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامي الصدى الرياضة اليوم سنتوقف مع محطات رياضية أبرزها سيكون مع ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة وكذلك المشهد الكروي العراق الحالي وما يسوده من تداعيات وتعديلات قانونية وتفاقم أزمات متمثلا في الصراع الذي يدور منذ أسابيع حول الترشح لانتخابات الانتحاد العراقي لكرة القدم وللحديث عن هذا الموضوع المتشعب والغمض بالتأكيد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع مؤتمرات رياضية وآراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين والحكام والإعلاميين الصحفيين اليوم أيضا ارتأينا أن نستمع ونتحاور من العاصمة الحبيبة بغداد مع شخصية رياضية وصحفية طالبت مرارا وتكرارا بالتجديد وبتغيير واقع ومنهج عمل وتقييم عام لأداء منظومة الاتحاد الكروي مشاهدين بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقراء صدى الرياضة لهذا اليوم لا تدبوا بعدا خليكم وياه جمهورنا الرياضي نجدد الترحب بكم وانطلاقتنا الأولى ستكون معاً مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونصف خليكم وياه برشلونة يتواجه بلقب الدور الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخها عقب فوزه أمام ديبرتهي فولا كرونيا بأربعة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجة في برشلونة أيضاً اعتلى نجم الفريق ليونيل ميسي صدارة هدف دوريات الأوروبية باثنين وثلاثين هدفاً وقد وصل ميسي إلى الهدف الثاني وثلاثين بفضل ثلاثيته في مباراة فريقه الأخيرة متجاوزاً بذلك منافسه المباشر هدفه ليفربولا الإنجليزي المصري محمد صلاح الذي لديه واحد وثلاثون هدفاً حيث لم يسجل صلاح في المباراة الأخيرة في شباك ستوك سيتي والنجم الإسباني رفايل ندال المصنف الأول عالمياً يواصل سيطرته على الملاعب الترابية بتتويجه بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس وجاء التتويج للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في مسيرته ليؤكد أنه ملك الملاعب الترابية بلا منازع كرم المدرب السكوتلندي شهير أليكس فرغسن مدرب أرسنال أرسنفينجر تثمين الرحلة التدريبية مع المدفعشية التي وصلت إلى 22 عاماً والتي تعد آخر مسيرة له مع الفريق ورغم العلاقة الجافة بين موريني ومدرب المان يونايتد وفينجر إلى أن الأول شارك في الوداعية في مشهد يلخص الأبعاد النبيلة لكرة القدم من جهته حسم مانشستر يونايتد مواجهته مع ضيف أرسنال بهدفين مقابل هدف ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدور الإنجليزي الممتاز بكرة القدم سجل بوغبا وذلاني هدفين مان يونايتد فيما سجل الأرسنال هنريك مختاريان جمهورنا الرياضي الحبيب دعونا نبدأ سريعاً مع ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة الكل يعلم بأن المشهد الكروي العراقي في الفترة السابقة رافقه الكثير من حالات التباين وعدم الاستقرار وهذا ما انعكس على مستوى الأداء والعمل والنتائج بالتالي الجميع حزين ومتألم على الواقع الكروي الحالي في الوقت نفسه الكل يطمح إلى مستقبل مشرق يمحو أصورة السيئة التي ظهرت بها الكرة العراقية في الفترة الأخيرة وهذا ما جعل يعني أشارع الرياضي وأهل الشأن وكل المتابعين في ترقب وفي انتظار تحديد الخيار المقبل وذلك لقيادة دفت الاتحاد العراقي لقرة القدم ونقلها إلى بر الأمان مشاهدينا اليوم بالتأكيد طبعاً سنبدأ ملف اتحاد الكرة مع شخصية طالبت كثيراً عبر وسائل الإعلام بالتغيير ودونت وشخصت العديد من الأخطاء حيث سينضم معنا حالياً من العاصمة الحبيبة بغداد الرياضي سابقاً والزميل الصحفي حالياً محمد سعيد الكناني الملقب بالصحاف للاستماع إليه ومحاوراته عن عملية انتخابات الاتحاد المقبلة بالبداية أهلاً بك كابتن محمد ضيفاً عزيزاً على صدر رياضة أهلاً وسهلاً بسم الله الرحمن الرحيم شكراً تحياتي لكم ولي جميع كادر برنامج صدر رياضة وليه الكابتن بلال بدءاً طالما أنت في الفترة الأخيرة تشخص وتطالب بقوة معالجة عمل منظومة الاتحاد وكذلك تغيير للواقع كيف تقيمون الفترة الحالية التي يتم فيها التحضير لانتخابات اتحاد كرة القدم العراقي؟ أخي الكريم هذه الانتخابات التي ستجري شهر الخامس شهر القادم 1.35 هي أول مرة تحدث في تاريخ الكرة العراقية لأن هناك صراعات كبيرة قد مهدت لهذه الانتخابات وهذه الصراعات أنا طبعاً سميتها إلى قطبين القطب الأول المتمثل بالاتحاد العراقي المركزي السابق طبعاً لأنه انتهت فترته والمعارضين والذين يرومون الترشيح لهذه الدورة الجديدة هذه الصراعات ستحدث في العراق وأعتقد سيتحمل المسؤولية الكاملة هو الكرة العراقية والجماهير الرياضية التي تنتظر هذه الانتخابات تكون شفافة ديمقراطية إذا كانت ديمقراطية طبعاً هي ليست ديمقراطية لأنه نعرف جيداً أنا طبعاً من هذا المكان أوجه كلامي إلى الملة عبدالخالق مسعود رئيس التحاد السابق أنا أقولها يا ملة أنت رجل طيب خير والله العظيم أنا أعرفكم شخصياً أنتم ما عدكم نوع من الخيانة لكنه أنصحك أنه افتح المجال يا أخي افتح الأبوابك افتح المجال لكل الذين يرشحون في هذه المركز الرئيس يا أخي حصل الشرعية الكاملة يعني أنت تبقى ببحدك أنت صعبة عليك يعني ما تحصل شرعية من الشارع ربما تيجي عليك الجماهير تخلي لك شخص شخصياً إذا أنت مقتنع بهذه العامة وأنا سبقاً أن تحدثت بوسائل الإعلام أنه إلهية العامة هي تنتخبني وبالفعل نعم إذا أريد أن تنتخبك افتح الأبواب لكل المعارضين يفتح الأبواب الرؤسال يشبس شخص يفتح ويأي شخص أربعة ثلاثة حتى أنت تحصل الشرعية الكاملة وأعتقد يعني مع الأسف الشديد بعد الاستقالات التي حدثت بالآن الأخير مع اللجنة المكلفة بالانتخابات أعتقد هناك تخبط هناك فوضى عارمة في هذه الانتخابات مع الأسف الشديدة تحملها الشارع الرياضي وندفع تمنها كل المتابعين والمتطلعين وإلى كل المراقبين لهذه الانتخابات هذه أول مرة تحدث في تاريخ العراق أول مرة تحدث منذ احتلال وغزو العراق أعتقد أصبحت هذه ليست ديمقراطية هذه الصراعات يجب أن تنتهي أما نعتقد من وجهة نظري كإعلامي أو كرياضي صحفي رياضي أعتقد ما تصير الانتخابات رمما لأسباب معروفة الفوضى والمشاكل والتدخلات التي تحدث في هذه الانتخابات تدخلات أيضا من بعض الجهات الحكومية هي ليس لها أي حق أن تتدخل في الانتخابات كابتن محمد ذكرت في كلامك بأن هناك تدخلات وتخبط وفوضى عارمة في عملية التحضير يعني الانتخابات الاتحاد الكراوي وذكرت أيضا أن هناك صراعات يجب أن تتوقف السؤالي هنا ماذا تقصد بالصراعات ومن خلف هذه الصراعات ومن هي الأطراف المتنازعة الصراع أخواني العزاء أخي العزيز كابتن الصراع سيحدث بين قطبين القطب الأول الاتحاد السابق والمتمثل برئيس الاتحاد والنوابه وعضاءه والمتمثل القطب الثاني هو المعارضة التي تريد أن تدخل ولا يمكنها الوصول إلى هذه الانتخابات لوجود عراقيل ولوجود قوانين قد شكلت على فصلت من قبلها العامة وأعتقد هذا خرق قانوني والاتحاد السابق يلوح بالعقوبات على الكرة القدم العراقية والجهة الثانية المقابلة هي المعارضة تلوح بالشخوة إلى التحاد الدولي في سويسرا وهذه الصراعات أعتقد سوف تؤجل الانتخابات وأعتقد كلها راح أضيع بهذه الفوضى لأنه عدم الاستقرار وعدم الاستقرار الانتخابي الحقيقي لأنه لا ديمقراطية في هذا الوضع أعتقد سوف سببين أما تتؤجل الانتخابات أو تلغى هذه الانتخابات وأعتقد إلى وحون الاتحاد السابق بهذه العقوبات عن طريق الاتحاد الدولي طيب كابتن محمد كونك رياضي سابقا حضرتك مع فكرة تأسيس منظومة جديدة كاملة من أصحاب المعرفة والخبرة والتاريخ الرياضي ممن خدموا الكرة العراقية كلاعبين ومدربين وحتى إداريين أم أنت مع المزج المكس بين الخبرة والشخصيات غير الرياضية الحالية طبعا سؤال جيد كابتن بيلال هذا السؤال أشتدك على هذا السؤال يجب أن يكون هناك مزيج من الخبرة الرياضية وخاصة بالتحديد كرة قدم الخبرة والإدارة سترتفع إلى مستوى عالي ستتطور الكرة العراقية لأنه نعرف أن الشخصيات الرياضية العملاقة التي تدخل بالانتخابات يعني متمثلة مثل عدنان درشال وآخرين يعني العامل خبرة مهم يختلط مع العامل الإداري يا أخي افتح الأبواب خليه يدخل العدنان لا تسخلي عراقيل صعبة عليك جدا من تنفرد بال يعني تعتبر هذه ديكتاتورية وأعتقد ستطيح بالاتحاد أنا أعتقد يعني هذا ربما وشت نظري وأنا أعتبع الإعلام الرياضي مع الأسف الشديد الإعلام الرياضي في العراق ضعيف جدا مو أنا أقوله أسألوا للرأي العام الإعلام الرياضي متمثل بالشخصيات الإعلامية الرياضية أحنا نعتقد الكبار بالسن يعني راحت قاعدت ببيوتها لكنه أعتبع لهاي الشخصيات الرياضية في الإعلام الرياضي وين دوركم وين عملكم يا أخي الصدوا لهذه الفوضى اللي زادت بالاتحاد والانتخابات كل من يصرح شكل هذي صرح شكل هذي صرح يعني وين راح توصلوا الكرة العراقية راح تروح للعقوبات أو راح تصير شكاوي يا أخي الخبرة مهمة جدا أنا أحشي لك ياها ما إلي أي مصطحة كإعلام الرياضي الخبرة عامل مهم في ارتقاء المستوى المطلوب للكرة العراقية يعني هسنا ولا بيوم واحد عنده خبرة بالاتحاد يا أخي غيره التغيير مهم يعني فأنصح الكابتن عبدالخالق مسعود أنصح أنه يعني إذا تمتري عندنا ندرشان ومثلت هذا ومثلت هذه يدخل يا أخي استدعوا الكابتن المجرب الكابتن حسين سعيد ليش كابتن حسين سعيد يعني جاب لكم بطولة آسيا وجاب لكم بطولة سعود القارات وجاب لكم الأموال الطائلة نعرفها كل زيان وين انطل الفلوس انطل الفلوس ناس حطتها بجوبها ما لم علاقة بالبرياضة يعني الرجل هذا الرجل أسانا ما لي علاقة بالرجل والله العظيم حقائق توصلت إلى معلومات مهمة الكابتن عسين سعيد يجيب من الأمارات يجيب من الدول والعراق كان ملكي بالحرب الأهلية والفوضى والقتل العلوية ويجيبوا يطيكم أموال طائلة يلا طوروا الكرة العراقية تخليوها بجوبكم نعرفكم واحد واحد طيب كابتن محمد يعني أنت قلت توصلت وعندك حقائق وتوصلت إليها بجهود ذاتية حول نزاهة الاتحاد لكن هنا بصراحة تجعلني أطالبك أيضا على أقل تقدير بإظهار أدلة واضحة إظهار الملفات التي لديك التي شخصتها أنت حول هذه النزاهة كما ذكرت يعني حتى من الناحية المهنية يعني حتى لا يصبح الأمر كابتن محمد يعني مجرد كلام فقط أنا عندي وثائق على الاتحاد لا أخاف ولا أستحي وثائق مهمة على الاتحاد المركزي العراقي بس إلما أن أطيهه أردسأل إلما أن أطيهه الوزارة الشباب أطيه الفلتان اللان منه يستاهل يا أخي منه يستاهل يعني أنا باعتقاد أقدر أكشف المستور هذا الإعلامي يجب أن يصدى من حقي هذا واجب المهني والشرعي والقانوني واللي معمول به يجب أن نتصدى أي مشكلة تحدث بالاتحاد يعني هسا شفنا الفوضى فوضى عارمة في انتخابات اتحاد الكرة يا كابتن محمد يا أخي اكشف المستور خلي نخلص ونغلق هذا الملف المعقد في تاريخ الكرة العراقية طبعا هذا في حال إذا كانت فعلا هناك أدلة حقيقية وبراهين يعني ثابتة في السياق نفسه طالما هو حقك يعني حقك المهني والشرعي والقانوني بالتصدي لأي مشكلة أو خلل إداري في أي مؤسسة رياضية يعني عموما أشعر بأنك متحفظ أو متريثا قليلا بإظهار الأدلة في الوقت الراهن بصراحة يعني أنا من موقعي الإنساني وليس المهني لا ألومك بجزئية معينة فأنت إذا كشفت المستور مثل ما قلت يعني ربما تخشى أنت أنت تعرض لمناوشات ولتهديدات من قبل يعني جهات معنية بالأمر بالتأكيد في ظل لا سلطة مركزية لا أمن يحمي الإعلامي في إظهار الحقائق وكشف الفساد لا دولة أصلا حتى تطبق القانون لذلك أرجع بالقول أنا لا ألومك إطلاقا إحنا لدينا معلومات كبيرة جدا ومعلومات دقيقة أيضا لا نستطيع أن نتكشف الإعلام لأنه في حينها أفضل وأنا بالنسبة لي يسمع الاتحاد العراقي بأكمله لا أخاف وأتحمل المسؤولية وأي واحد يريد يهدد أهلا بي يلا مفتوح الباب خاف عبالكم آني من هذا الإعلامي الربع الردن لا عمي كل من يعرف هذا أصله ويعرف فصله نحن معروفين هاي هاي موضوع العراق مهم موضوع موضوع الوطنية العراقية نعم أمريكا نشحت في تدمير الدولة العراقية لكنه فشلت في تدمير الوطن العراقي نحن نعرف الوطن يجب أن ننتشره من هذا وخاصة بالتعديد كرة قدم يعني هسا شفنا العراق في فوضى السياسيين في فوضى الدولة أيضا في فوضى وصراع وبين السياسيين وبين لكنه كرة القدم هي الوحيدة اللي تجمع قلوب العراقين كابتن هالوحيدة اللي تقالب بين المجتمع تقالب بين قلوب الناس وشفناها في كأس آسية انجمعت كل الناس فرحت بدون أي لا طائفية ولا من أعرف اللاعب هذا من يوم يا أخي احنا هاي مهمة جدا أما أنت تتلوح بالعقوبات معناته أنت حاقد على العراق أما أنت تريد تحدث تريد تحدث بلبلة في الكرة العراقية وتريد تدمر الكرة العراقية والله العظيم أنت تبرك أنت ضد العراق ويجب أن تحاسب أما أنتم فتحوا المجال يا أخي الاتحاد العراقي بأكمل السابق فتحوا مجال يعني افتح المجال نابر يستحاد النواب الثانية للعضاء فتحوا مجال يا أخي هس أنتم معضاء فشلتوا يا أخي ديروا تشيخ وطلع لا تصير عليك مشكلة كبيرة ناس قاعد تركض لكم منها كل المؤسسات بالدولة عينهم عليكم يا أخي لا تخلو لكم خلو لكم خاطر رجع يا أخي لا تحاولون أن تصرفون هذا التصرف الغير صحيح غير مسؤول غير دقيق كابتن محمد هالله هالله بصحتك يعني أني تهمني صحتك هذا أولا يعني ثانيا جميل كلامك عن المفهوم والمضمون الحقيقي لكرة القدم الذي للأسف البعض أساء وشوه المحتوى الحقيقي لهذه الرياضة يعني دعني عود إلى حوارنا أنت ذكرت بأن كل المؤسسات في الدولة عينها على اتحاد الكرة يعني كيف فبعض المعلومات تقول بأن العديد من الملفات الخاصة باتحاد الكرة وحيلت إلى النزاهة لكن اتحاد الكرة باقي مستمر بالعمل ما تعليقك عن الأمر؟ والله يعني أنا كابتن بلال أعتقد أنقلها للتاريخ أنه هذا الاتحاد ما أعتقد سيسلم من النزاهة والرقابة المالية أعتقد لأنه حسب معلوماتي ومتابعاتي لهذا الحدث أعتقد هناك شخصيات معروفة بالدولة العراقية ستتهيئة ربما ستحدث كارثة وستحدث زلزال تحت أقدام الاتحاد العراقي السابق لحالتهم إلى النزاهة وهذا حق مشروعي يعني إحنا ما شفنا وزارة بالعراق ما دخلت عليها هاي النزاهة وانا ناشدت قبل هذا اللقاء ناشدت القضاء العراقي وانه يتحرك انه يشوف يحل هذا يعني انت القضاء العراقي انت قاعد ش سوي انت يعني هسب بيتكم يا أخي احنا تحدثني مجلس القضاء يا أخي ذا تحدث بالتلفزيون اقول مجلس القضاء تحرك مثلا رح أصير تحدث فوضو بالعراق العراق رح يتعرض إلى عقوبات يعني هسب بيتكم المارة تحب القدم الطفل ما لك يحب القدم أبوك إذا موجود يحب القدم عمامك يحبون القدم يأخوا تحركوا تحركوا انقذوا الكرة العراقية رح تعدد فوضى بالعراق صراع يا أخي حلوا الصراع حلوا يعني انتم وذا قدمتكم الطعون إلى القضاء العراقي مثلا بعدم وجود منافس الريس تحاد بعدم وجود منافس النائب ريس تحاد اه هي ديمقراطية جاب النيها بريمر اه هي وين يكون ديمقراطية ولو بريمر دخل بهذه الرياضة ألغى المؤسسات الرياضية طبعا سيئة الصيد شنو بريمر شنو مسؤول على العراق الله أكبر يا أخوان ما يصيري شكرة العراقية أصبحت في هذا في هذا الانحطاط يعني وسطة ناس ما يستحقون الاتحاد ما يستحقون مركز عضو يا أخي شنو التدخل هذا يعني شوفوا حل انتم القضاء العراقي شوفوا حل لهذه المأساة طيب كابتن محمد يعني من خلال استنتاجنا يعني من حوارك بأنك تطالب بحل مجلس إدارة الاتحاد الكراوي وتأسيس منظومة جديدة يعني من أصحاب التاريخ الرياضي وأمور أخرى يعني باختصار أنت غير راضي تماما على عمل الاتحاد الكراوي الآن دعني أطلب منك إجابات يعني غير هجومية خلي تكون وسطية كابتن محمد ترى يعني أحيانا يعني اللعب على في وسط الميدان يعني أحيانا يكون مثمرا أكثر سؤالي فيه مناشدة وفيه أيضا تصفية للأجواء ما هي الحلول الرئيسة أو ما المطلوب من اتحاد الكرا من أهل الشين من الشارع الرياضي للمرحلة المقبلة يعني يعني أحترم الشخصيات بالاتحاد كلهم أصدقائنا وخوش أخواننا وخوش يعني الناس أخلاقهم عالية لكنه الإداة فاشد الإداة غير صحية وشفنا يعني شفنا سرى يستحاد يرفض يدخلوا واحد نابر يستحاد ما خذ قنطرات الأعضاء يردوها يصرحون تصريح سياسي زين القدم شون علاقة بالسياسة هذا مريضي وهذا يشتغل مدر وين وهذا يشتغل يا أخي عراقيين عيب تصرح أنت كون ضمن المسئولية كون عندك قيمة وإخلاق شنو تصرح هذا والله هذا من بالخارج وهذا مدر وين راح وهذا مدر وين يجى وشنو أنت وانت من تكون لاعب منتخب لاعب خدم العراق عراقي سافر تحت ظروف تحت ظروف الحصار تحت ظروف الاحتلال والغزو العراق لحد الآن محتل شنو يعني تتشذب نفسك أنت مو قاعد لي وقاعد لي تحكي بال بالمثاليات ولا ماكو كل تشارك الكل عراقي اسم عراقي وشارك هذا حق مشروع إذا كانت هناك ديمقراطية والله العظيمية لا ديمقراطية فوضى وحثت في اتحاد الكرة وسهد تدحدث كارثه بكرة القدم وستنهار الكرة العراقية بزياد وأعتقد سوف تنهار بشكل أكتر وأدق وتلوح بالعقوبات وهذا يرفع كتاب للعقوبات وهذا العراقي يدفع التمن والشارع رياضي فعلينا كرياضيين كأعلامين أن نتصدى لهذه الفوضى وأن نوضح حد في طريق الاتحاد في طريق مسيرة صحيحة أن يكون لها دور مع باقي البلدان العراقي هاي إيران هاي كل الدول كلها ما بيها عامة خمسين عبدالخالق ملة خلي يدخل ثلاثة وياك حتى تحصت شرعية قانونية أفتع الأبواب شنو قوانين شنو هذا اللي يجيب لي تسكية من فلان نادي ما ينسير يعني سانق الرجل عندنا ندرشال خلي يدخل وياك خلي تخبع بعد وياك ثلاثة كلامك واسع لا تضيق الخناق على أخوانك زملائك سانا ما أريد أحكي يا أخي ما أريد ما أريد نتحدث ما أريد لأنهم أصدقائي خاف الدور يصير مشكلة فأعتقد علينا كإعلاميين كمتابعين كشارع الرياضي أن يتجانس أن يتكاتف أن نوسع لهذه العامة ندخل جميع المشاركين يصير هناك معارضة قوية أعتقد نصل إلى نتيجة وهي ارتفاع في المستوى القرة القدم العراقية في المستوى العالي وبالفعل لدينا طاقات لدينا براعم لدينا والله العظيم بسرعة شوف فتحه كمين شوف جاسم يعقوب انتهى جيلهم بعد ما لقوا جيل آخر يا أخي لدينا أجيال راح حسين سعيد راح عمد راضي راح فلاحسن طلع عنا يونس محمود وطلع عنا عباقرة لدينا أجيال لدينا براعم لدينا تاريخ والله العظيم العراق مليئ بالرجال مليئ بالأبطال مليئ باللاعبين الأبطال بس موها اللاعبين اللي يعني يسا الخطيئة يونس محمود كابتن العراق ويا خمس لاعبين يزبيدة أنا شفتها بالمم يعني جاي بيهم مدرمين ما أدري بي جاي بيهم احنا ما نريد نتحدث يعني ما يصير عدنا بالعراق عدنا طاقات هائلة يروح يونس يجي أحسن من يونس يجي أفضل يا أخي يش عنا نفكر بالمناصب يش نفكر بالكراسي نفكر بالغنائم مثل ما اتحدثوا بعض النواب كل احنا شارخنا بالغنائم كل احنا شارخنا إذن تحاد نفس الشي هام كلها باستفادت سليم جدا كابتن محمد كلمة أخيرة أنا طبعا من هذه اللقاء أشكر الكادر وأشكر وسع صدرك يا كابتن بلالو وأشكرك على هذا البرنامج الرياضي مع الشكر الجزيل كان معنا من العاصمة الحبيبة بغداد الرياضي سابقا والزميل الصحفي حاليا محمد سعيد الكناني الملقب بالصحاف شكرا جزيلا له ولجرأته وطرحه للمواضيع وكذلك لانضمامه معنا في صدى الرياضة بالتأكيد نحن مع الحق ومع المساهمة الفعالة في الوصول إلى كل ما يخدم الكرة العراقية مشاهدينا سنتوقف مع فاصل قصير نكمل بعده محطات رياضية أخرى فضلا عن تكملة ملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة خليكم ويانا جمهورنا الرياضي نجدد وترحبه بكم الآن مع مجموعة أخرى من الأخبار الرياضية نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص خليكم ويانا أثير جدل واسع في الأوساط حول موضوع إعادة فتح ملف النزاهة بخصوص عملية هدر المال العام من قبل أعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم من جهته حذر رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عبدالخالق مسعود من نقل قضية هدر المال العام للمحاكم مشيرا إلى أنها ستعرض الكرة العراقية للعقوبات الدولية وأضاف مسعود أن الاتحاد لم يصله أي مخاطبة رسمية بخصوص الدعوة القضائية مشيرا إلى أنه في حال وصول التبليغ سيتم التعامل معه بوفق القانون وبحسب قول مسعود فإن الاتحاد الكروي لم يصرف دينارا واحدا خارج صلاحياته التي ينص عليها النظام الأساسي إلا فيما يخص عملية منح المكافآت للعبين إضافة إلى عملية تغير العملة التي تتم في الأسواق المحلية نظرا لعدم وجود تعامل مع المصرف المركزي وأشار عبدالخالق مسعود إلى أن الدعوة التي أعيد فتحها مجددا من قبل وزارة الشباب والرياضة لم يتم الإشارة فيها إلى أن الأمور المالية التي تم إنفاقها جاءت على وفق منحة مالية وليس سلفة من أجل محاسبتنا عليها مشاهدين نكمل فقراء صدى رياضة الخاصة بملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة فقد ظهر على السطح حجم الخلاف الكبير الذي يرتبط بإدارة الملف الكروي المحلي متمثلا في الصراع الذي يدور منذ أسابيع حول الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم لا سيما يعني بعد الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد العراقي لكرة القدم باستبعاد سبعة مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة على الرئاسة والعضوية وقد أثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا في الوسط الرياضي والشارع الرياضي والإعلام الرياضي خاصة من قبل المستبعدين الذين تواجدنا معهم في المؤتمر الذي عقدوه مؤخرا وقد قدمنا جزءا منه واليوم نكمل تغطيتنا لهذا المؤتمر الخاص بالمرشحين المستبعدين من المشاركة في الانتخابات المقبلة وقد طرحت أسئلة عديدة من قبل الزملاء ومنها هل الانتخابات ستجرى أم لا هل رفع الحضر لم يكن لكم فيه أي دور بالنسبة طبعا لبعض النجوم الرياضة وبعد اعتراضكم يعني ماذا تتوقعون بخصوص القرار النهائي لمحكمة الكأس الدولية وما هو الهدف الحقيقي لترشحكم هل من أجل التصحيح العام للمنظومة وأيضا من أجل إصلاح العملية الانتخابية يعني بالتأكيد تفاصيل أخرى سنتعرف عليها من خلال الوقفة التالية نتابع حق ترشيح مرشح واحد فقط لكل منصب في اللجنة التنفيذية وبالتالي كل ترشيحاتي هي صحيحة وترشيحات كابت النعيم صحيحة وترشيحات العميد وليد صحيحة وترشيحات الدكتور رشا صحيحة وبالتالي أنه الترشيحات كان حتى ممكن يدخلون آخرين يعني ما كان أنه نشأت يبتعد عن الترشيح ما كان مجموعة من المرشحين اللي ينوون الترشيح أعدهم الرغبة في أن يترشحون يبتعدون بسبب هذه التفسيرات الخاطئة اللي اللي رتب لهم يا كلها للأسف المستشار القانوني واللي هي جاءت بتأييد ومباركة من الأخوان بالالتحاد لأنها تتماشى ويما يريدوهما حسب معلوماتي أنه خلال ثلاث سابع يعتبت معكمة الكيس في قرارها بالنسبة لرفع الحظر أعتقد أنه ما فينا إنسان يوم في كل العراق ما يتمنى أنه يرفع الحظر ليس الحظر الجزي اللي يرفع عن ثلاثة ملاعب الجميع تواقل أن يرفع الحظر كليا عن كل ملاعبنا الكروية وهذا يمكن أنا في يعني خلال الفترة الأخيرة من خلال تواجدي وياهم في البحرين وأيضا حتى في قطر قد ما كان يجون تحدث بهذا الموضوع هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل وأني بالنسبة إلي شغلي الشاغل هو ربع الحظر الكل وليس الحظر الجزي وكنا جميعا نعمل من أجل هذا الهدف أما أنه الآن الأخوان يتكلمون بهذه الطريقة الحقيقة أنا ما سامحهم لكن أنا أعتقد أنه هناك دور كبير للجميع من ضمنها وزارة الرياضة والشباب وأخوان في الاتحاد وزارة الداخلية المحافظات الإعلام الإعلام الرياضي أيضا الجماهير هذه الجماهير الراقية التي أنطت الانطباع الراقي والوجه الناصح للإنسان العراقي من خلال هذا التشجيع المميز الذي خاصة في ملاعبنا في البصرة وفي كربلاء أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تجير الأمور لمصلحة لمصلحة جهة على حساب الأخرى الجميع عمل وبالتالي موضوع رفع الحضر لا يمكن أن أحد يصير بمزايدات لا علينا ولا على أي أحد آخر موضوع الرافع الحضر الكل هو واجب ومسؤولية الجميع بالنسبة إلى انتخابات تجري تعتمد على قرارات محكمة كيس بس أنا أعتقد سؤال يمكن للأخوان القريبين من عندي أقولهم أنه لو خيروني بين أنه أنا أدخل الانتخابات ولا تنصلح العملية الانتخابية لا أختار إصلاح العملية الانتخابية وليس دخول الانتخابات لأن أنا أهدافي أكبر بكثير من موضوع الاتحاد أنا ووياي الأخوان كلهم وبالتالي أنه موضوع إجراء الانتخابات بشكل صحيح وفق النظام الأساسي حتى تنتخب لجنة انتخابات صحيحة استناف صحيحة حتى تنتخب الاتحادات الفرعية وتكون تمثيلها تمثيل حقيقي وقانوني حتى تنتخب الروابط بشكل صحيح حتى أيضا خلال هذه المدة لأن هي هذه المدة ستة شهر ستة أشهر موضوع لجنة الانتخابات يجب أن تنتخب قبل ستة أشهر راح يكون هناك نظام جديد للأندية حتى تنتخب أيضا الهيئات الإدارية للأندية ويكون تمثيلها أيضا تمثيل حقيقي وقانوني في الهيئة العامة هنا لو وريد نتكلم الآن الثلاثة وخمسين عضل اللي بالهيئة العامة كلهم تمثيلهم غير قانوني اللجنة رغم بي منحلة انتحادات تعتبر منحلة الأندية ما فيها انتخابات ماكو قانون انتحادات الفرعية ماكو أربع اتحادات فرعية لم تجرى فيها انتخابات من 6-7 سنوات الروابط زارت بانتخابات غير قانونية وبالتالي انه تمثيل الهيئة العامة اللي هم يتكلمون عنها كلها غير قانوني وبالتالي علينا إصلاح العملية الانتخابية عندما عندما أتحدث وأقول أنه الإصلاح يبدأ من هنا الإصلاح فعلا يبدأ من هنا بإصلاح العملية الانتخابية وبالتالي حتى نقدر على الأقل يكون تمثيل الجميع في هذه العامة هو تمثيل حقيقي وسليم وفق الأطر والنظام الأساسي للاتحاد وأيضا قواعد الانتخابات عكونا بس أوضح موضوع يعني حتى واضح للجميع أنه والإخوان إذا أرادوا إصلاح العمل ودون الذهاب لهذه المشاكل اللي ممكن تثار يعني واضحة خلال رسالتهم الأفكار حتى تقرأ هنا أكد على موضوع الرسالة اللي يبعثيها للاتحاد الدولي يقول هنا ندعوكم للاتحاد الدول يدعو الاتحاد إبلاغنا في حالة وجود أي تعديل للنظام الأساسي الداخلي والقوانين الانتخابية قبل المصادقة عليها يعني حد الآن حد 14 أربعة للتحاد الدول المصادقة على اللوائح الانتخابية ولا القانون يعني لو كانت هناك إرادة لدى الأخوان في مسألة احتواء الموضوع أعتقد الوقت موجود ما ممكن روح نذهب إلى مديات أبعد ما من تمناها وندخل بأزمات وندخل أعتقد هذا الموضوع الكل يعرف حبيت بس أكد علي أنه الآن الكرة في ملعب الأخوان في أعضاء الاتحاد العراق جمهورنا الرياضي سنبقى مع أجواء الاتحاد الكوروي وفترة الانتخابات اذ رافقت فترة تعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم الكثير من المؤشرات وصولا إلى الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الكوروي باستبعاد سبعة مرشحين من المشاركة في الانتخابات على الرئاسة والعضوية فبعد هذا التهميش والإقصاء لنجوم الكرة أصبحت المسألة يشوبها العديد من علامات الاستفهام بالتأكيد في ظل هكذا أجواء بالتأكيد ستبرز من أطراف كثيرة منها الإعلام والصحافة ستبرز اعتراضات وتساؤلات ومطالبات وحتى أمنيات بأن يكون القادم أفضل لمنظومة عمل الاتحاد الذي سيكون له تأثير إيجابي في رفع المستوى الفني للكرة العراقية وهذا بالتأكيد وفقا لأبرز الانطباعات التي طرحوها الزملاء الصحفيين في حوارهم لصدى الرياضة لكن يعني من بين الأسئلة المهمة التي طرحناها هل يعتبر يعني لجوء المرشحين المستبعدين إلى محكمة الكأس الدولية هي عملية صحيحة وهل هو الحل الأمثل لإنقاذ الكرة العراقية الزملاء الصحفيين في الوقفة التالية نعم بالنسبة إلى رأي الأخوة في اتحاد كرة القدم أنها ستمضي وفقا للوائح والقوانين التي اعتمدوها سواء الخاصة باتحاد كرة القدم أو فيما يتعلق بالتعليمات أو النظام الداخلي الذي سنوه وصادقت عليه هذه العامة ولكن بالنسبة إلى أراء أخرى كبيرة سيما بالنسبة للمبعدين على رئيسهم السيد عدنان درجال وليد الزيدي نعيم صدام وآخرين فيما يتعلق بالجماهير العراقية التي تطالب بالتغيير والإصلاح فيما يتعلق بوسائل الإعلام التي كان لها دور كبير وتصدد وكأنما القضية قضيتها وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير سيد عدنان درجال ومن معه أعلنوا بشكل صريح وواضح بأنهم ماضون إلى محكمة الكأس التي يعتقد أنها ستبت قبل موعد الانتخابات بقرارها وربما هناك مفاجآت لذلك دعينا إلى ضرورة أن يفتح الحوار كي لا تضر الكرة العراقية بين الطرفين وبالتالي أعتقد أن عملية الانتخاب سيشوفها الكثير من المحاذير والمطبات سيما وأن الانتخابات النيابية ستسبقها والتي لها تأثير كبير على الواقع العراقي كما هو متوقع نعم مسألة إقامة الانتخابات في واحد ثلاثين خمسة من عدم هذا يعني أمر خلال الأيام المقبلة ممكن أن نعرفه من خلال تقديم سيد عدن درجال لشكه في محكمة كاس لكن أنا حقيقة أتألم للوضع الذي وصلنا عليه بالكرة العراقية عملية إقصاء وتهميش من النجوم وأيضا الناس الإداريين الذين يمكن أن يعملون باتحاد كرة القدم وعدم منحهم فرص متساوية مع باقي الأعضاء أعتقد هذا أمر يعني شوفه الآن من خلال كل الاستطلاعات ومن خلال ردد الأفعاد سواء في مواقع التواصل الاجتماعية وبالقنوات الإعلامية يعني أمر أثار حفيظة الجميع وليس يعني باستثناء الشخص أو على أخرى عملية التهميش عملية خاطئة وعملية لجوء الأخوة إلى محكمة كاس أعتقد هو الآن الحل الممكن الوحيد على اعتبار أنهم يقدرون يدولون القضية يعني في العراق لأنها تتخالف يعني مع قواني الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في اللجوء أو تدخل الحكومة والقضاء العراقي لكن هم استنفذوا الطرق القانونية في مسألة الذهاب إلى لجنة الطعون والاستئناف التي يعني هي ردة الطعن وبذلك لم يكن خيار هناك خيار أمام الأخوة المعترضين سواء في الذهاب إلى محكمة كاس وأنا أعتقد ذهابهم يعني ليس كما يروج له البعض من أنه هذا التوجه ممكن أن يؤثر على مسألة رفع الحضر عن الكرة العراقية هذا أمر مختلف تماما وليس له وجود ومن يحاول أن يسوق له هو محاولة في إثناء الأخوة بالمعترضين في الماضي بطريق واحد أو طريق صحيح نحو الحصول على حقوقهم وهذا الشيء هو تحدث بي كابتن عدن درجال وأكده بالملموس إنه إذا كان مسألة الذهاب إلى محكمة كاس تأثر على الحضر فأنا أول واحد يعني أنسحب من هذا الموضوع الكل متأكد أن هناك حق ويجب أن يحصل عليه محكمة كاس هي الطريق الوحيد الآن أمام الجميع وعملية اللجوء لها برغم تكريفتها المادية العالية لكن هو الأخوة في اتحاد كرة القدم لم يتركوا خيارا آخر في هذا الصدر في المؤتمر الصحفي اللي قام الكابتن عدن درجال والبعض المبعدين عن الانتخابات وضح أمور كثيرة وكيف كانت الملابسات وكيف كان الإبعاد وأنه السلك طرق عديدة بسبيل إصلاح الوضع لكن ظهر أنه الأخوة بالاتحاد كانوا مصررين على إبعاد الشخصيات والرياضية لأنه بصراحة يخافون من عدهم لأنه لو دخلوا أنا مرس عدهم لأنهم لو دخلوا ممكن يقلبوا لهذه العامة وبالتالي ينقلب الميزان لذلك مثل ما ذكره الكابتن أنه الأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون هناك شكوة مقدمة إلى محكمة كأس الدولية وهذا راح يلقي بضلالة على الانتخابات وأعتقد الشكوة ما راح تطول أكثر حسب ما ذكر من 21 يوم راح تطلع النتائج وأعتقد راح يتغير الوضع والأمور تاخذ مجرحة طبيعية توقع الصير الانتخابات في 21 خمسة؟ لا ما أعتقد هو موعدها حسب قرار الاتحاد 31 خمسة ما أعتقد تصيرها انتخابات إذا ما الأخوة المبعدين قدروا يجبون قرار لمحكمة كأس باللغافة لمحكمة كأس كان هناك لجوء إلى المحاكم المحلية التي منضمنها المحكمة الرياضية مشاهدينا نتواصل مع انعكاسات المؤتمر الذي عقد من قبل المرشحين المستبعدين من المشاركة في الانتخابات وملف اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة التي تشمل أيضا انتخابات لجنة الحكام يعني هذه المرة تواجدنا مع الحكم الدولي السابق رعى السليم الذي سألناه هل تقديمك للطعن واعتراضك على لجنة الحكام الحالية هو نابع من الخلاف الشخصي بينك وبين رئيس لجنة الحكام طارق أحمد فضلا عن انطباعاته حول عملية الاستبعاد من الانتخابات وهل يجد بأن محكمة الكأس الدولية سيكون لها رأي حازم بالأمر الحكم الدولي رعى السليم في الوقفة التالية صراحة يعني أنا قدم الطعن ممثل عن الحكام الدولي السابقين لعدم موجود انتخابات لممثل الحكام جميع الاعلام اعتقد تابع انتخابات اللاعبين الدوليين والمدربين كانت هناك قاعة وهناك حضور الاعلام وحضور الهيئة أو لجنة المشكلة للانتخابات وعضاء تحت كرة القدم وكان هناك اقتراع سري فقط لجنة الحكام جرت بشكل سري اذا كانت هناك انتخابات حسب ما اعلنهم من خلال الاعلام انه تم تمثيل السيد طارق أحمد لممثل عن الحكام وهي غير شرعية وغير قانونية وغير مطابقة للمادة 54 لذلك تصديت لهذه المسألة باعتبار هناك حقوق للحكام الدوليين السابقين بان يقوموا بانتخاب ممثلهم بشكل شرعي وقانوني وبحضور الهيئة العامة البالغة اكثر من 60 حكم وحسب تصريحات السيد رئيس اللجنة يقول 14 حكم دوليين هم اللي صوتوا لي وبإمكان الحكام الدوليين السابقين ان يرشحون فقط اذا لا احنا حضرنا ولا رشحنا ولا كانت هناك اي انتخابات بمثل الحكام لذلك قدمت الطعن وتم للأسف ليس رفضه وانما ادعوا بانه ليس من اختصاصهم وانما من اختصاص اللجنة المشرفة على انتخابات بمثل الحكام هو اصل لا وجود لأي لجنة مشكلة انتخابات بمثل الحكام للأسف جيرة هاي المسألة لانه الطلب مالي شرعي وقانوني تحول الى انه مسألة شخصية بين طهر قحمد رعا السليم احنا صراحة اذا اكو هناك مسألة شخصية او خلاف هو حول برنامج التلحكم برنامج فني قانوني يظهر الحالات التحكمية للحكام ولكن هذا شكل فد مشكلة بالنسبة لجنة الحكام اذا كان اكو خلاف فهو حول هاي المسألة اما مسألة تقديم الطعن بالنسبة لي ليس له اي علاقة شخصية لا بسيط طهرق ولا باي احد في اتحاد كلة القدم فقط للمطالبة بحقوقنا كحكام دوليين سابقين من تخون ان انتخابات حسب المادة 54 لقانون الانتخابات تكون شرعية وقانونية رأيك ان انتخابات اتحاد كلة القدم هل ستنظيف يوم واحدة 30 وهل سينجح المعترضون في محكمة كاس والله ان شاء الله طالما انه هناك خروقات كبيرة في الاختيار للممثلين وهناك لوائح غير صحيحة قد وضعت فاعتقد الشكوة ستذهب الى محكمة كاس ومحكمة كاس خلال 21 يوم ستبت بالموضوع كما سابقا هناك تقدمت الشكوة لاتحاد العراقي السابق في محكمة الكاس تم إلغاء الانتحاد وإقامة انتخابات جديدة لذلك اعتقد الانتخابات الحالية لن تذهب في 31 من الشهر القادم وانما سيكون رأي لمحكمة كاس للخلوقات الموجودة الحالية في تمثيل للهيئة العامة الاتحاد كرة القدم وتبقى التساؤلات قائمة يا ترى هل الحال سيبقى على ما هو عليه يا ترى هل ستظهر لنا على الساحة رؤى جديدة متطورة ومختلفة حول مستوى العمل في اتحاد الكرة ومدى نسبة نجاح قراراتهم خلال عملهم ومسؤوليتهم في قيادة الاتحاد يا ترى هل المخاوف والهواجس والحيرة ستبقى تشغل وتحاصر الاعلاميين واهل الشأن والجماهير العراقية بان نرى وترى هذه الجهات يوما تخطيطا سليما وصحيحا وبشكل منهجي ومدروس للعمل المقبل لكي نغلق صفحة الماضي ونعيش خطوة جديدة نحو النجاح والتألق في عالم المستديرة اعتقد واجد في ظل هذه الصراعات والتمسك بالمناصب والازمات المفتعلة ستبقى للأسف هذه الامنيات والتساؤلات قائمة بدون جدوى وبدون اي حلول وستبقى العيون ترنوا الى بصيص امل ومستقبل مشرق يعني يمحو كل الجوانب المؤلمة والسلبية للكرة العراقية تقبلوا تحيات اسرة صدى الرياضة انا بالتأكيد اتمنى لكم التألق النجاح الابداع هذه تحياتي بلا البداع مع السلامة